بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشيني بنفتتح حلقتنا النهاردة وإحنا رجعين لكم للهوى مباشرة وأنا اشتاقت لحضراتكم جدا 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 وأنا دعيت لحضراتكم دعيت لكل مشاهدنا وكل من معانا في البرنامج وكل ما استحبنا مع بعض دعوت لكم بأن الله سبحانه وتعالى نحق لكم أملكم ويصلح الحال ويجعلنا إن شاء الله في خير حال ويوسع علينا ويجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من أهل مدده وفضله ويوسعه وسعادته النهاردة بالمناسبة دي حبيت أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا أنتم عارفين أن يوم السبت عندنا هو يوم أصحاب السعادة فالنهاردة عن التكلم عن مهارة مهمة أنا شفتها بعناية مهارة مهمة جدا جدا عشان الناس تقر المحبة والمودة والرحمة في البيوت وهي مهارة عدبان أوي 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 إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصنا بيها القرآن كمان دلنا عليها في طول الزواج حتى في آخر لحظة قال لنا ولا تنسوا الفضله بينكم يبقى كل الجواز من أوله لآخره عايش بهذه المهارة وعشان كامل الأشياء الجميلة اللي حصلت لي في الحاج إن شفت المهارة دي بتمارس عمليا بين الحجاج فأثناء أداء المناسك ولعل حضركم برضو شفتوا دا معايا لو كنتوا بتتابعوا أخبار الحجاج والمقاطع اللي بتنشر والناس ومشاهد الحجاج شفتوا مثلا بجانب ما أنتوا بتشوفوا بر الأبناء بأباهم ومهاتهم لكن بتشوف كمان زوج بيمسك لزوجته المظلة والشمسية ويتحرك معاها في أي حتة وهي بتأدي أركان الصلاة عشان يضلل عليها طول صلاتها أو هي ماشية معاها في عرفة ماسك الشمسية عشان يجنبها الشمس وممكن تشوف الزوجة بتدفع زوجها على الكورس المتحرك بزوجها وبعدين يتبادل والدور وهي تقعد وهي يزوء الكورس شوية كمان ممكن نعرف المهارة اللي احنا بيتكلم عنها النهار دا دي إن هي مهارة الكرام مهارة السعادة مهارة الجواز الحقيقي مهارة فن العشرة الحسنة ليه مهارة ايه؟ مهارة إدارة واستثمار الفضل الزواجي يعني ايه بقى الفضل الزواجي دا؟ هو الأفعال اللي جاية من القيم وجاية من الأخلاق اللي ما بتخليش الإنسان يتوقف عن الواجبات بس والحقوق بس لكن يقوم الزوجين بكل ما تمليه عليهم الرحمة والخير والجمال بغرض إنه هو يوفر الراحة والأمان والسكينة ويعبر عن المواد والرحمة والاهتمام والاحترام والتأدير والامتنان لشريك حياته هو دا استثمار وإدارة الفضل الزواجي هو جيه بفضل ليه؟ لأن كل واحد فيهم ما بينتظرش أن يتطلب منه كل واحد فيهم ما بيقفش عند حد الواجب عاديه لكن إيه اللي حاصل؟ هو بيعيش بمقتدر القيم والأخلاق المطلقة عارفين دا ايه؟ هو دا اللي كان بيتكلم عنه الناس عن ولاد الأصول ولاد الأصول هم المتقنين لمهارة إدارة واستثمار الفضل الزواجي وعشان نفهم أكتر مفهوم الفضل تعالوا ننظر في قصة سيدنا كعب من مالك سيدنا كعب من مالك تخلف عن غزود تابوك فذهب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر عن تخلفه وقال إنه ما كانش عنده عذر للتخلف فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب ليقضي الله فيك ثم نهى الناس عن الكلام معاه وظل هذه الحال خمسين ليلة يا الله على حاجة صعبة أوي وفي فجر آخر الليلة فيهم نادى عليه الناس ليذهب لرسول الله فيقول سيدنا كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صفحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كهب لا ينساها لطلحة فضل فسيدنا طلحة فعل ما فعل من غير ما حتى يطلبه منه ده فكان ده فضل وكان الوحيد اللي أمل السلام على سيدنا كعب فتا كان فضل منه وسيدنا كعب منسيس الفضل ده لسيدنا طلحة في حديثة الإفك دخلت مرأة من الأنصار على السيدة عائشة فبكت معاه ولم تتكلم عملتي بس كل اللي عملته قاعد كم السيدة عائشة تبكي فكانت السيدة عائشة لا تنسى لذلك إذن الفضل هو أن أنت تعمل حاجة جاية من قيمك وأخلاقك مش جاية من القانون ولا جاية من الضوابط ولكن جاية من ماذا؟ جاية من الحب جاية من أنك أنت حاسس أن فلان ده يستحقق كتير أوي 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 فنقدر نعرف أن الفضل الفضل ده هو حاجة بتتزرع في القلب ما تتنسيش أبدا وكل فضل بتقوم بيه مش بيضيع سواء في حالتك الزوجية أو في حياة الناس فهو عتقوله أنه مش ملزم أو هيقول للزوج أنه مش ملزم أو هي تقول أنه مش ملزمة أو لو عملت لو عملت له ده أو عملت لها ده هيتمرع أو تتمرع فالعلاقات الإنسانية عموما والزواجية خصوصا مبنىها الفضل مش الحقوق والواجبات الحقوق الواجبات دي دي أدنى الدرجات لذلك ربنا وصنا في العلاقات الزوجية بيوصيها مهمة جدا 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 وقال ولا تنسوا الفضل بينكم في حديث أم زرع بيبانى أوي حكاية الفضل ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار العلاقة ما بين أبي زرع وأم زرع إنها بتقول فبجحني لنفسي حتى تبجحت دلعني لغاية ما بالتعبير المصر كده تتمرعت فضل أبو بالضبط كده أبو زرع عمل إيه؟ دلعها تعامل معها بالفضل فإيه اللي حصل؟ ففضل الشيلاله ده إيه اللي حصل؟ فأنا سمنحولين يداي دلعني وسع علي ما قالش بس أنت ديكي هدمة واحدة وليكي أكلة واحدة وليكي خروجة واحدة لا 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 عايز سعيدها يحسسها بالأمان يحسسها بالروح فإيه اللي حاصفة رسول الله قال لي سيدة عائشة كنت لكي كأبي زرع لوم زرع فإحنا تعلمنا إن رسول الله بيقول إن مبنى الزواج على هذه المعارة العبقرية في جلب السعادة الزوجية اللي مهارة إيه؟ استثمار الفضل الزواجي لأن لو عاش الزوجين بالحقوق والواجبات فقط هتكون حياتهم جفة فلو الزوج قال أنا مش ملزم ولو الزوج قالت إن أنا مش ملزمة إن أنا نضط بخله ونضف بيت الزوجية هو هيقول أنا مش ملزم على فكرة بيعلاجها ولا دفع نفقات الحج فتخيلوا معايا كده لو كل واحد فيهم قال أنا هقوم بواجباتي بس وما ليش دعوا بالفضل الحياة مش هيبقى فيها عشرة حسن ويرجع الراجل ما يلاقيش أكل ولا بيت نضيف وإيه اللي حصل وتمرد الزوج ولا عايز بالله فيقول لها روحي لأهلك يعالجوكي أنا واختك سليمة فتفضلي سليمة أعوذ بالله على دي حياة زوجية ولذلك الفضل ده هو اللي بيحسس البناء أدم اللي هو إنسان يحسس الزوجين إن هم بتعاملوا مع بعض على إن هم بناء أدمين وعشان كده ده اللي بيجري بالمواد ده والرحمة والسكينة ما بين الزوجين وعشان كده لما نيجي نتكلم عن الزوجين إزاي يديروا الفضل بينهم ويستثمروه لازم يتعلموا بعض المهارات أول حاجة لازم يتعلموا في المهارة دي إن يلتزم كل واحد منهم بمعايير الفضل اللي إيه معايير الفضل إن ما يفعلش حاجة قبل ما أعمل حاجة لزوجتي هي دي فيها رحمة ولا لا هي دي فيها خير ولا لا خير يعني فيه زيادة من الحياة لا أحسن ولا لا وفيها جمال ولا لا يعني جميلة ولا لا يبقى قبل ما بعمل أي حاجة مع زوجتي أعرضها على الثلاث موزين دي قبل ما أعمل أي حاجة مع زوجي الكلمة هقوله الكلمة دي الكلمة دي فيها رحمة ولا لا ما أكرر الرجالة بيعملوا كده لا 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 يبدو إنه ما فيهاش رحمة لو قلتوله ربنا يساعدك ويجعل ده في ميزان حسناتك وربنا يبارك لك اه ده فيه كلام فيه رحم يبقى ايه زن؟ يبقى اول حاجة اعرض الامر ده اي فعل انا بفعله على المعايير التلاتة دولة لو انا عايز ابقى ايه من اهل الفضل الرحمة والخير والجمال تاني حاجة لازم اتعود ما اسميه انا ديمومة الشكر والامتنان في بعض الناس يعملوا الشكر كده وما يبقاش مهارة الشكر والامتنان ما يبقاش مهارة اعملوا مرة اتنين لكن لازم اداوم على الشكر والامتنان على الصغير قبل الكبير تعرفوا احنا لما بنيجي نتكلم مع الزوجين في حاجات كتيرة جدا 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 بيحل بيكون حل المشكلة والامتنان شوف سيدنا عمر وهو بيمتنل زوجته وهو الراجل جاي بيقول له ده بترفع صوته عليك قاله السيام ربيها لابني ومعاملها لأكلي ومنظفها لتوبي يا سلام على الامتنان لو السيدة فاطمة زوجة سيدنا عمر رضي الله عنهما لما تسمع الكلام ده سيدنا عمر بيقوله يا سلام ده يبقى حبيبها والنورة عينيها عشان بيمتنلها فلابد انك تشكر شريك حياتك عشان يعرف ان انت مقدره يعرف ان هو ان هو مال يعنيك يعرف وخاصة الستات لما زوجة يمتنلها النور اللي عندها تهبط ده شايفني مش ان انا بعمل وهو مش شايفني لا تحس ان هو شايفها وتحس ان ايه ان هي حاجة مهمة في حياته فساعتها يتملق قلبها بالطمأنينة وهو يحس ان جهده كله ما ترماش في الله ويحسوا ان ابوه باستعادة مفتوحة ليه عشان كده حاول دايما تفتكر المواقف الكويسة ليشريك حياتك وتتعامل بيها معاه عتلاقي لسانك على طول سهل عليه ان هو يمتنل لان فيه ناس كتير اللسانهم معقود مش عارفين يمتنلوا ليه؟ مش فاكرين غير الوحش فتقول عمري ما عنساله ان هو في جنبي عمري ما عنساله ان هو لما والدي توفي كان في ظهري يا سلام فتفضل ايه؟ شكراله ده تالت حاجة عشان يبقى عندك مهارة استثمار الفضل لازم تتعلم حفظ السر وسر كل واحد حسب ما هو عايز مس حسب ما انت عايز يعني السر هو الحاجة اللي هو يتدايق لو ان هي تعرفت والاساس ان ما حدش بيحكي برا اطاري الزواج ده ما حدش بيحكي حاجة لحد طب افرد هو فيه حاجة مش عايز يعرف حد ان البيئ بنشتري بايه ولا بنعمل ايه فيه ستات كتيرة بتحبش حد يعرف حاجة عن الاكل والشرب يبقى ده سر تحفظه لا فيه راجل كتير ما يحبش يعرف انتو خرجتو ولا ما خرجتوش وما يوصلش ده يبقى ده سر كل ما نحفظ السر كل ما نحس ان احنا حافظين فضل كل واحد ليه؟ اقول لكم سر كده اقول لكم سر عشان بيه نحفظ السر لما الواحد بيحفظ سر التاني حتى لو هو شايفه انه هو من السر يحس الشخص اللي هو اتحفظ له السر ده انه هو محل اعتباره وتأثير عند الشخص التاني اهو ده فضل صحيح مش واجب لكن ده فضل يبقى يحس انه هو ليه فضل ويحس كمان اللي انت ليك فضل عليه انه يحس انه هو مستور يحس ان الحاجة اللي هو بيعمله الحاجة اللي بيتدايق منه محدش يعرف عنه حاجة رابح حاجة عشان تبقى انت عندك مهارة ده حسك عينك امتنع عن عدم التذكير بالعيوب وتسترها عن الناس ما تذكرش العيوب ما فيش واحد عنده دايما كده ما فيش حد كريم لأخلاق بيذكر الناس بالعيوب وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ذكر عيب لحد قدام حد عمره ما قال ده حضرت النبي كان عارف الاسرار كلها بتاعت الناس كلها بتاعت الصحابة كله بيجو يستفتوه ويسألوه وعمره ما ذكر عيب لحد بالعكس كان حضرت النبي يشوفه عشان ما يذكرش العيوب يقول لا تحدثوني عن اصحابي يبقى مش انك بس تحفظ عيوب الشخص ما تخلوش يتكلم عن عيوبه لما يجي تكلم عن عيوبه قوله لأ ده انت فيك كيت وكيت 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 شوف السيدة خديجة عملت ايه ما هو ساتر العيوب مش لازم هو يقول عيوبه فانت ايه طب انا عاستحملك بقى بعيوبك بعبلك لا ساتر العيوب ببعض الاحيان ان انت تخليه يظهر في الحاجة الحسن شوف السيدة خديجة قالت له ايه لا والله لا يخزك الله ابدا وراح تقعد تذكر له محسن صلى الله عليه وسلم فبعض الازواق في وقت الخلاف بيحرجوا بعض ويعيروا بعض عوز بالله بعيوبهم ويطلعوا الاسوأ بقى ولو ده حصل قصاد الاولاد اه بتبقى جرح وحشة قوي لكن كده اعرف رجالة كتيرة لما زوجاتهم ايه اللي حصل زوجها عمل حاجة وحشة فيها فرحت قالت له لا ياولاد نسمع كلام والد بابا لان بابا دوت هو اكتر فاهم مننا فاجي بعد كده قال لها على فكرة انا شكر لكي شكر لكي اللي احنا ان عدم النطق اللي انا كنت بكلمك به من شوية انت جنبتيه انا ممتني لكي جدا جدا ده فضل فازاي حد هيتعامل بالرحمة والخير والجمال مش هيسطر العيوب وكل اقول لكم حاجة سر كل ما سترتعيب شريك حياتك كل ما خرج احسن ما فيه ليه لانه لما بيتسترق قبيح بند مساحة عشان يظهر المليح عشان كده لازم نعمل كده خمس حاجة نعملها نمتنع عن اي شكل من اشكال العنف وخاصة ان العنف اللفظة او الجسد ان العنف ده بيضمر العلاقات بيفسدها ويجعل التعاون سقيق جدا مفيش حد او فيه رجالة بقى وفيه ستات يعمل ايه يعمل فضل ويجي يكوب عليه ايه يهير علي التراب عنده لبن حلو واخلاق حلوة وزي الفل بس هو مش حريف مش ماهر ما عندهوش مهارة الفضل ده بعد ما اعمل الفضل ده يقول كلمة كده ملهاش لازمة فيجيب التراب وحطه وحطه كله على اللبن او العنف اللفظ والعنف الجسد زي كده فيجي يقول لها تكريلي حاجة حلوة ما انت اللي بواسط الدنيا هو هي كمان تقول له هو انا بس وحش ما فيش عندي غير كده ما فيش عندي غير بس بس انا بنتقدك وبس ما انت بواسط الحاجة الحلوة وزيك لابد ان احنا نمتنع على فكرة الانتقاد والشاكوى الانتقاد والشاكوى فانا اتوقف عن ده ويكون كل واحد فينا مفيش غير رحمة وخير وجمال ويكون قدوتهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالسيدة عائشة بتقولها حضرة النبي ما ضرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط رقم ستة الامتنع عن البخل اه طبعا واحد يقول لي طب انا اجيب منين ما انا معاييش فلوس لا 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 البخل حاجة اوسع بكتير من الفلوس البخل مش بخل فلوس لكن اسوأ منه بخل المشاعل انا بسميه بخل الوجدان واحد بخيل الباطن يخاف ان هو ينفق فإن اللي حاصل فالناس تطمع فيه يا سيدي الناس لو طمعت فيك اسمع اسمعني اسمعني كويس الناس لو طمعت فيك يبقى انت صاحب فضلي يبقى انت يبقى انت كريم ياريت زوجتك تطمع فيك وياريت زوج يطمع فيك يطمع فيك ان هو يطمع ان هو ان انت تبقي سنده تطمع تطمع فيك ان ان انت تكون ضهراه وتقف جنبها ياريت وما لا يطمع في مين إن هو يكون سند وداعم لي في الشدائد ولا في الأوجاع إذا ما طمعش فيك يبقى أنت مش مهم عنده يبقى إذن محدش خاف خليه يا سيده يطمع فيك خليه يتعلق بيك خليه يتمسك بيك خليه يحس إن أنت طوق نجاته عند الشدائد هو ده الفضل فيشلك الفضل ده وما ينسهلكش أبدا فلازم تبقى عامل كده لازم تبقى فاهم ده لأن كل ما وقفت جنب حياتك في الأزمات وكل ما سبتوش كل ما يحس إن أنت داود جرح بس يا سلام لو سبتو بقى هيحس إن أنت سبب جرح هيسيب كل حاجة ويمسك فيه يقول لما أنا مش فاهم ده قال إن هو منتصل إن أنت تكون صاحب الفضل لما هي أبوها يتوفى يعني يحتاج إن أنت تبقى سندها وتعوضها إن والدها توفي لما والدتها تتوفى محتاج مزيد من حنية عشان تحس إن أنت إيه عوضتها سابع حاجة المدومة على التعبير عن الحب مفيش حد صاحب الفضل ما بيقولش أنا بحبك ولازم تكرر الحب وتعبر عن الحب بأشكال متعددة وبطرق متعددة عشان ده بيشجح شرك الحياة لأنه هو يتعامل بفضله وبقلب مفتوح يا سادة إيهوا تنسوا إن الفضل ده هو اللي بيفتح لكم أبوها بالفضل من السماء عايزين تحسوا بجمال مدد الله في قوله تعالى واجعل بينكم مودة ورحمة خليكم أصحاب فضل الله سبحانه وتعالى بيقولكم قاعدة مهمة عشان تعرفوا قيمة مهارة استثمار الفضل ده هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء إن انت تقول كلمة حلوة فتملأ قلب زوجتك؟ هل جزاء إن انت تبصي بصة حانية لزوجك فتملأ قلب جوزك بالرحمة والخير والجمال إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يغرق قلب كل واحد فيكم في نعمته ويخليه يشوف جنة الدنيا قبل جنة الآخرة عايزين تدخلوا الجنة؟ قبل ما تدخلوا الجنة وربنا يعرفكم جمال الجنة قبل ما تدخلوها في الآخرة كونوا أصحاب فضل الفضل ما بين الزوجين أوسع باب لدخول الجنتين يا رب جعلنا من أهل الجنة ونكون من أهل الفضل فاصل ونرجع تاني عشان نتلقى إسئلتكم اللي أنا مشتق إليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنامج ولا تعسروا اللي تفضل جسر مفتوح بنا عشان تفضل الأنوار والبركات اللي بتوصل لنا منكم تفضل فتحة باب الدخول على حضرة مولانا سبحانه وتعالى ومن حسن الطالع يكون أول سؤال وإحنا راجعين يكون سؤال من حد اسمه محبة أستاذ محبة اتفضلي الله يعيز حضرتك ربنا بركتنا فيك يا رب ربنا أحفظك يا فاند أنا ما عندي السؤال أنا أقول الحمد ربنا ومراعيني جدا الله أكبر الله أكبر عليك بس أنا ما احتاجت شوية حاجات كده بمكن أنا أقول هالك تفضل أفكار يعني أفكار طيب أقول لك حاجة يا سيدة محبة باعتبار أنه كل يحنا عندنا قاعدة كده بتقول في اللغة وربنا نجعلها سنة في الحياة اللي هي مسألة كل اللي له من اسمه النصيب وإنت اسمك محبة كل الحكاية بس أليلي توقعاتك شوية توقعاتك بتخليك يتفكر كتير صح؟ حيث أنت أشاء الله يعني مكشوف عنك الحجاب لا بشو أصلي صراح جايز جايز ده لا 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 والله العظيم ده عشان بس أنت مكشوف عنك الحجاب الله يبارك في حضرتك فخلينا أقول لحضرتك بس كل ما ننزل ساقف توقعات على فكرة كل ما ننزل ساقف توقعاتنا ده يخلينا عندنا مساحة إن احنا نتطور مع الناس أقول لحضرتك لما الواحد يجي من فوق قوي هيطلع فين يعني أنا لو جاي بقى ده بيدوب فيها ده جوزي ده بيدوب فيها طب أنا لما أحسن إليه أعمل إيه وخلاص ده بفيها لكن لما بنبتدي مع بعض وننضج مع بعض الجواز يبقى ليه طعم فيمتيني؟ أه أنا الطعم الحلو اللي في حياتي هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى والقرآن والصلاة والصيام إنما هو أنت قلت لي قبل كده علي أنه هو ظهرمك وربنا يحزي لا لا بس أنا عايز أقول لك بس واحدة واحدة كده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك ويحفظكم يا رب لا الحمد لله ربنا دمها عليها نعمة وعملت بكل نصيح ربنا يحفظك ويزيدك نور وبرك أهو الله العظيم تشرفنا محضايك بس بس هي بس في حاجات كده إيه ولألك يبعد عن الموضوع الحق وبس إحنا زمان فتحنا علينا على إيه إن حفظنا أسماء الله الحسنة مع طرية التلفزيون حديث حارثناها عن طرية التلفزيون كده فاهمني؟ إذكر المنساول صباح يعني كان أهائل قطعوا بعض وإحنا بنسمع الحاجات دي في التلفزيون وصدناها بس بس لمحة بس كده يا رب ترجعوا الحاجات دي تاني هتخرق على عيني على عيني وأنا أقول لحضراتك حاجة وأنا أقول لحضراتك حاجة بعد ما نخلص شوية كده من إحنا عدينا حلقة يوم الاثنين بتاعت حلقة تربية إحنا نويين نية لطيفة خالص خالص إن إحنا نعمل تربية بمفهوم جديد فحضراتك ركز معنا بس من هنا ورايح على كل الحلقات بس ركزي على يومك هتشوف الكلام ده إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله إحنا عايزين ده على طول على طول يوم بعد كل أزال كده تسبيح إحنا مستبشرين بس أنا عن نفسي أنا مستبشر جدا 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 باللحظة من تغيير في بيت الخطاب الديني جدا 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 مستبشر جدا جدا إن يبقى فيه تطويره خاصة مع وجود أخي وحبيبي العلامة دكتور أسامة السيد إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلي فيه خير كتير جدا 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 فإن شاء الله ربنا ييسر ويبقى فيه خير كبير حاجة تانية يا أستاذ محبة صدر هو بس الموضوع ده بصمت يريد الحقونة الحقونة بس كده بعد كل لا تجيبوا ذكر حديث آية من القرآن الله يخليكم الحقونة حاضر يا سيدة حاضر على رأسي على رأسي معنا أستاذ أحمد أستاذ أحمد إن شاء الله عليكم عليكم أستاذ أحمد حضوكاته أنا أستاذ أحمد الله يكلم دلوقتي أنا فيه استفسار عايز وصية كان والدي وصى لنا الله يرحمه آآ أما توفى جي آآ بيقول لي ما تعملش عزة والعزة على القبر أنا أشوت وصية كان لي أقر تحتية على طول تمام جي بيقول لي أنا لو موت اعمل لي زي أبوي واتفني مع أبوي قلت له خلاص ماشي قلت له وانا نفس الحكاية لو انا موت قبليك اعمل زي ما اعملنا لابوك قال لي خلاص ماشي دي أصبح حضرتك دلوقتي توفى بقاله ثلاث سنوات دي تعمل في التسريع أن أنا أدفنه في البلد أصبح مرافق بقى لكي هو وصل ما هو يدفن مع أولاده أولاده دولت مدفونين عندنا هنا في المنطقة اللي أنا فيها صبر الخيمة تمام؟ طيب طبعا جينا نستنف مع أولاده لأينا في أمانة مدفونة لقلب العين ما نفعش نفتح لأينا عليها لو احنا جينا ندفنه في حتة كلها قال كده أنا خلفت الوصية أنت دفنته في مكان محترم ومكان في حفظه وكرامة للجثمان الشريف بتاعه؟ أو نفنته خلاص أنت بص يا سيدي لازم نفهم إذا كان هناك مانع من دفنه في المكان اللي أوصى به فدفله في أي مكان آخر عايخليك إن شاء الله إذا كان فيه بيتحقق فيه كل المعانة الشرعية يبقى خلاص في ستر الجثمان وما فيش أي نوع من أنواع المهانة لي ويكون مستور بحيث إنه ما يكونش فيه أي نوع من أنواع المهانة فتوكر على الله وإنت ما خلفتش ولا حاجة إنت ما قدرتش تنفذ الوصية وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبه في فسيح الجنات إن شاء الله أستاذ عمر يتفضل أستاذ عمر بخير الحمد لله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا إن شاء الله ويجعله عام بركة ونور وفضل ونعم على الكمية يا رب الله خليك يا دكتور عامل ما سمعت أنا متزوج آآ لي تلات سنين ومص ومعايا تلات أولاد آآ من سات ما تزوجته أنا كانت خبرتي في الحياة الزوجية كانت إلينا شوية طيب فكان بقى عندي بعض الأخطاء نشو التبقى إن أنا تدركها مع الوقت وأصلح مع الطرف الثاني وأعمل فضل وأعمل 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 بس بقى بس آآ الحاجات اللي أنا عملتها كلها في الفضل وكده وكلام ده لما اتحتل أظهر المشكلة بيتمسي كل ده يا دكتور عامل طيب بيتمسي كل ده مم ما بنقش لي رصيد خالص الكلام ده بس صحيح خلينا بس أقول لك حاجة آآ أستاذ عمر الكلام ده بس صحيح بس أنت بس عشان المسألة تبقى واضحة آآ اسمعني آآ بعناها بس أنا عايزة أخليك تكلم الأول تكمل الأول وما بعتزل إذا كنت أقول لك مصصحيح بس عن أقول لحضيك إيه اللي بيحصل يعني بس تكمل أنت بتقول إن كل كل ما لما بيحصل أي حاجة مع كل اللي أنت عملته ده بعد ما أنت غيرت هي بتحس إن هي بتحس إن هي ولا حاجة خالص أنت عملتها صح كده؟ صح يا دكتور وكمان يعني بتحس إن هي كمان مش حاسة بالأمان معايا طيب مع كل الحاجات اللي اللي الواحد بيعملها قبل كده أنا أقول لك تعمل إيه عشان تحس هي بالأمان وإزاي تحس بالتغيير اللي حصل في شخصية حركة وفي النزوج بص يا سيد عمر أول حاجة لازم غلق يعني أنا زي بنقوله كده غلق تقول للرجالة وإحنا بنتكلم في الإشارات الزواجي ما فيش حاجة بتلقيها في قلب زوجتك بتروح بس هي بيبقى عندها تحديين إن هي عندها إيه؟ الوجع القديم بيخليها بتقول أنا لو صدقت ده طب وأنا إيه اللي يخليني أضمن إن أنا لو صدقته ما يرجعش تاني زي زمان ويبقى الوجع واجعين فيا المسألة إن هي تسترد الثقة فإيه اللي بيحصل؟ فأنت لازم تعرف إن أنت بتبني الثقة فكل حية بتعملها في قلبها لازم تعمل ده إيه اللي بيعملوا أخطاء بقى إحنا إحنا الرجالة اللي استعجال ما تستعجلش ما تستعجلش ديه؟ إنت دلوقتي حصل مشكلات لمدة خمس سنين وعملت حاجات كويسة لمدة شهر اتنين سنة عايز كل اللي أنت عملته في الخمس سنين يزول في سنة وأنا أفضل بقى طول حياتي كده أو دي ما تتقلش بقى ليه؟ لأن أنت بتتعامل مع حبيبتك بتعامل مع زوجتك بتعامل مع أمانة ربنا الدهالك بتعامل مع نعمة ربنا ده ربنا شاهد لك زوجتك دي منذ بدأ الخلق اتنقلت في أسلاب الرجال والنساء وأرحم النساء لغاية ما وصلتلك فدي نعمة ربنا فأنت واحدة واحدة أصبر أصبر ليه؟ لأن صبرك ده هيخليك تسكن في قلبها فأول حاجة ما تتسرعش تاني حاجة إياك تظن أن ده ما بتحطش في قلبها ده هتقول ده أنا ده غطى عليه يبقى ما تستعجلش وما فيش حاجة بتروح تالت حاجة وده مهمة جدا جدا من وقت للتاني اتكلم عن هي إيه اللي بيحسسها بالأمان وتعرف على ده لأن بعض الناس بيعملوا اللي يوصل شريك حياتهم للأمان من وجهة نظرهم هم لازم تعرف وجهة نظرها هي إيه اللي يحسسها بالأمان فيبقى الحوار والصبر وما فيش حاجة بتضيع الثلاث حاجات دي يا سيد عمر إن شاء الله ربنا يكريمك وما تيقس خلي عندك أمل لأن ربنا سبحانه وتعالى بينك ومن زوجتك هو اللي بيغير القلوب في لحظة سبحانه وتعالى كريم نعم أستاذ ردواني تفضل أستاذ ردوان السلام عليكم عليكم السلام يا حزكات بس أطمع يا أستاذ ردوان إن إحنا نورة التلفزيون تسمعني من التلفزيون لو تكرم نورة التلفزيون عندي سؤالين يا دكتور عمر تفضل عندي سؤالين تفضل الحجة يعني استرناها الزيارة وسافرت السعودية عشان تحج وقعدت 15 يوم وبعد 15 يوم انتصلوا بينا قالوا أمل لها عودة لأنها تعبنة في المشتشفة وهي رجعت وما حجيتش ما حجيتش يعني جعت قبل الحج بحوالي 15 يوم كده ده السؤال الأول طيب اسمعني بس يعني هي راحت عشان تحج بس لسه ما كانتش أحرمت ولا حاجة هي راحت عملت عمرها وبعد العمرها بحوالي ثلاثة أيام كده تعبت هو الدول المشتشفة مرتين ورجعت خلاص ماشي ايه تاني وقعدين هي ايه لما رجعت عملنا لعودة رجعت هل يعني تكتبت لها حجة دكتور هاكمل هاقول لحضرتك تفضل سؤال التاني أنا عندي 75 سنة طيب وبيسه علي كتير تمام يا سيدي يعني انت بتسأل بقى ايه بقى السهو ده وتأثروا على عبادة السهو ده يعني في الصالة بيسه عليك تلو بعد أحيان بس بانسى السهو بانسى أسجد سجدتين السهو برضو يعني يعني انت دلوقتي بتنسى عدد الركاعات اه اقول تلاتة اربعة اقول لا وتخلوهم بدل تلاتة اقول لا هم اربعة واسجد سجدتين السهو وبعدها امسى السهو نفسه فرأي حضرتك اقول اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك حاجة رضوان اول حاجة زوجة حضرتك راحت عملت عمرة وكانت عايزة تحج هي عملت العمرة وخلاص وما احرمتش بالحاج وعادت قبل الحاج عادت قبل الحاج وهي كانت عندها عندها زيارة ما عندهاش ماذا ما عندهاش تأشيرة حاج فكونها عملت العمرة دي فهي عملت العمرة وعادت لكن هي ما كانش عندها تأشيرة حاج عشان نقول ان هي كانت خلاص تلبست بأعمال الحاج فبدل ما هي ما كانش عندها تأشيرة حاج فهي خانت رحى عشان الحج ورجعت قبل ما تحج فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى واسع فضل واسع سبحانه وتعالى فضل واسع فضل واسع لكن هي عشان تدخل بقى وتبقى من أهل الحج كان لازم يبقى عندها تأشيرة حج فإن اللي حاصل فببساطة خالص هي لما رجعت إن شاء الله فضل واسع سبحانه وتعالى لكن ما ينفعش إن احنا نقول إن هي بدل ما حجتش إنت دلوقتي بتقول والله هي هو حيلة بينها وبين أن هي تحج لا بس في الأساس ما كانش عندها ما يسمح لها بأن هي تحج وأن هي بقى عندها تأشيرة حج وخاصة بعد التنظيمات الموجودة دلوقتي دي اللي فيها حفاظ على حياة الناس أقول لك حاجة يا حاج ردوان احمد ربنا إن الحجة رجعت لإن لو ما كانش عندها هذا كممكن تتعرض لمخطر كتير فاحمد ربنا إن هي رجعت بالسلامة أما مسألة إن ربنا يتفضل عليها ربنا كريم سبحانه وتعالى يتفضل عليها إن شاء الله بنيتها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها ده لكن إن هي خلاص كانت تلبست بالحج ونعمل معاها معاملة الشخص اللي هو حبس عن الحج فالجواب لا هي لم تحبس عن الحج لإن هي لا هي نوة الحج ولا هي كان معاها تأشيرة الحج يبقى لتنين الحقيقة التانية بقى إن حضرتك بتقول لي أنا بنسى كتير والسن بقى عندي النسيان دات أنا مش قادر أحكمه ومش قادر أمنعه فأنت بتعمل إيه؟ فبتنسى إن أنت تسجد سجود السهو إنت بتنبني على الأقل وبعد كده بتنسى سجود السهو سجود السهو إذا نسيته لن يؤثر في هذا لإن هذا بيجبر الصلاة وإحنا عندنا قاعدة بتقول المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر يعني إيه؟ إنت نسيت سجود السهو فصلاتك صحيحة مدومت أتيت بالركعات الصلاة على وجهها أو أنك إذا شككت أتيت بما يتمم هذه الركعات فصلاتك صحيحة وليس عليك شيء يا سادة فاصل ونرجع تاني نتلقى أسئلتكم مباركة أنت تدخل السرور على قلوبنا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم مباركة ومعانا الأستاذة مريم أستاذة مريم تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي أزاكي فضكت الشيخ عامل إياه فضل ونعمة الحمد لله الله يبرك لك يا رب النبي أنا معي مشكلة من 15 سنة الله يبرك لك ونفسه الحمد لله أنا وصلت لك يعني طيب معي أنا متجاوزة أنا المرة التالتة يعني أنت الزوجة التالتة آه وجوزة يعني أنا أرملة أنت الزوجة التالتة على زمته أنت الزوجة التالتة على زمته ولا هو متجاوز بي تاعة زوجة على زمته طيب تفضلي ومشاكل معي كثير من صحة مخدمي كل يعني بصي كل حاجة مشاكل مشاكل على طول أبسط مشكلة معي أنا هقولها لك بس محتاجه رقمك الله يبرك لك خلاص يعني انت حضايك هتقوليني المشكلة دي على التليفون ان شاء الله طيب ماشي وكزا الله يبارك لك بس والنبي وحيات أولادك ترد علي على راسي وبالذات لما حد بيحلفني بأولادي ما قدرش تأخر حاضر يا حج ماريا على تفوق يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن ولعل الله سبحانه وتعالى أراد ان ده وقت يكون بدايتنا وعودتنا ان احنا نتكلم على مهارة من أجل المهارات اللي عندنا مهارة لو موجودة في بيت البيت ده تتملي بالسعادة والهنى والفرح البيت على فكرة ممكن يكون الناس موجوعة لكن لو حاسس ان البيت مليان فضل ايه اللي حاصل بيحس ان البيت بيغسله بيحس ان البيت بيزوده بيحس ان البيت بيكبره بيحس ان البيت ده وجنت الله على الأرض عايزين البيوت تبقى جنة خليكم أسحاب بفضل وتفضلوا على بعض والفضل على فكرة مش محتاج حاجة كبيرة قوي الفضل محتاج كلمة محتاج بسمة محتاج حضم محتاج نظرة الفضل يا سيدة لو تعودنا ان احنا ندمن الفضل زي ما بندمن الشكوى والانتقاد وندمن كمان الفق الشكوى والانتقاد واللوم لو أدمننا بس الكلام الحلو لو أدمننا بس الطبطبة لو أدمننا بس ان كل واحد فينا يكون باب مفتوح للتاني على الأمل على الفرج على المحبة كل ما واحد فينا يكون باب من أبواب استعادة للتاني ويحسسه ما تخافش أنت عندك حد أمين عليك حد يفتح عليك باب أن أنت تشعر أن أنت محل مدى لله هتشعر بأن أنت في الجنة عايزين ببيوت تبقى جنة خلينا من أصحاب الفضل الفضل في البيوت يفتح الباب على جنة الله سبحانه وتعالى في الأرض ويخلي الناس حسين أن العرض مصوم وكمان القلب في حفظ الله سبحانه وتعالى خلي قلوبكم محفوظة بأن كل واحد فيكم يفتح باب الجمال الرحمة والخير على قلب حبيبه بأن كل واحد فينا يكون صاحب الفضل يا رب كما تتجلى علينا بالفضل على الدوام يجعلنا يا رب نلبس أسواب الفضل ونلبس أحبابنا أسواب الجمال والرحمة بالفضل لا بالعدل يا رب العالمين يجعلنا دائما من أصحاب الفضل حتى نتلقى أحسانك في كل وقت وحين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة